كنيسة هي المسيح ندخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيسة هي أحضان المسيح وهذا هو سر فرحنا بسم الأب والابن روح القدس إلى الهل الواحد أمين حلقة جديدة من برنامج كنيسة إحنا شفنا نهاية عصر الإمبراتور الأحداث سريعة جدا من خمسمية واثناشر تشال مقدونيوس فلابيانوس وجلس قديس سويريس الإمطاقي وماري في الكسينوس بيكتب رسائل لكن الأحداث عمالة تتسارع بعنف ومش موافقين الخلقضونيين بيحاولوا أنه هما يسارعوا في الشوارع في مصر كان قلت لكم البابا يوانس التاني جلس على الكورسي مرقوسي ولكن حدود خمسمية وخمستاشر تنيح كان فيه أب رائع جدا سكرتير البابا يوانس اسمه ديوسكوروس وكان يبقى ابن عم البابا تمساوس الأول هذا الأب كان له علاقة بالإمبراتور فلما تنيح البابا يوانس التاني الإمبراتور بعت لأسقفة مصر قال لهم أنا عندي رأي أنكم تقعدوا على الكورسي ديوسكوروس بصوا بقى نقطة فرقة جدا أن الأسقفة خافوا لألا يوافقوا على تنصيب ديوسكوروس فيبقى ده سبقى تتكرر أن الإمبراتور هو اللي يحط البترك على الكورسي في الكنيسة الإبطية بصوا قد كده كنيستنا كانت وعية جدا فقالوله بالرغم من أننا بنحب هذا الأب جدا وبالرغم من أننا شايفينه أنه مناسب لكن للأسف مش هنحطه عشان أنت قلت برضو الإمبراتور كان راجل يعني ما عندوش مشاكل نفسية يعني كان يفودي يقول لهم يعني أنتوا بتقولوا أنه إنسان كويس عشان ده رأيه وياخد من الكنيسة في مصر موقف لكن لا قال لهم خلاص اللي أنتوا عايزينه قاعد هذا القاعد الكورسي خالي حدود سنة وشوية لكن الكنيسة وجدت أن هذا الأب في وقت خلو الكورسي كان متضعا لم يتكلم وما قالش لا ده إزاي ما تقبلونيش وجدوا أنه مستحق فعل فقالوا كده كفاية السنة دي تعني أني احنا مش ما قطعناش أمر الإمبراتور وقالوا هنضع اليد على هذا الأب ليصير البابا ديوسكوروس التاني وهو كان إنسان حلو جدا يعني قاعد على الكورسي خمسمية وسبعتاشر حصل في اسكندرية فتنة في الشارع وتأتل فيها ابن والي الإسكندرية والي إسكندرية بعت لأنيستاسيوس وقال له إن ابن تأتل وأنا يعني لو سمحت بقى لازم يعاقبوا الشعب في اسكندرية فراحوا للبابا قالوا له بعلاقتك القوية مع الإمبراتور هد الدنيا وفعلا الإمبراتور البابا سافر للإمبراتور وقال له من أجل من أجل الكنيسة والسلام بلاش تغضب على شعب الإسكندرية وفعلا أصفح عنه لكن يقول حاجة بقى الوابا ديوسكوروس التاني يقول وهو في شوارع القسطنطينية كانوا حزب الزر بيهنوه ويدربوه بالطوب وهو القب ده قعد حدود سنتين بعد موت الإمبراتور بسنة بس هو تنيح كان على الكورسي قلت لكم في قسطنطينية تميساوس الأول وده تنيح خمسمائة وتمنتاشر وكان في نفس السنة مات الإمبراتور خمسمائة وتمنتاشر وفي نفس السنة دي برضو فلافيان أسكوف انتاكيا وأسكوف أرشاريم ماتوا في المنفى بتاحهم العصر ده في مصر كان عصر له بعض الملامح أيضا الأخرى غير الإسرعات يعني كان فيه شاعر ابطي اسمه كريستو دوروس من طيبة كتب أشعار عن الكتاب المقدس انتشرت أشعاره وتكتبت حتى انتشرت وطبعت في القسطنطينية وبيعتبر الكتاب ده من أهم الكتب اللي في العصر ده عن الكتاب المقدس كان فيه عالم نبات مصري ابطي اسمه ديسكوريدس كتب مرجع مهم جدا عن النباتات برسومات هو رسمها والكتاب ده محفوظ في مدحف فيينا في النمسا وبجانب كتب كمان نسخة من سفر التكوين ورسم 88 لوحة مرتبطة بأحداث سفر التكوين 518 انتهى عصر السلام جيريو أول ما مات الامبراتور أنستاسيوس كان له ابن أخ المفروض يقعد على العرش لكن جيريو حزب الزرق وعملوا بعض المؤامرات وأجلسوا جوستين على العرش جوستين كان عنده 88 سنة يقول عنه مؤرخ اسمه رونسمان يقول أن هناك خداع حدث من حزب الزرق لوضع الضابط الجاهل على العرش جوستين هو مش من أصل أريستقراطي هو أصلا من مقدونيا وجه هربان هو واتنين أصحابه حفيين من مقدونيا لما هجمت القبائل على المنطقة بتاعته وهو خاف جري وهرب يقول ما كانش دخل قسطنطينية ما كانش غير عليه الهدمة اللي لابسها وكيس في إيده وفي شوية عيش وزمزمية ماء وبعدين دخل كان أمي ما بيعافش يقرأ ويكتب جاهل اتطوع في الجيش أظهر شجاعة ابتدى يتقدم في الرتب لحد أما دخل حرب ضد فارس فأظهر شجاعة كبيرة واتعين عضو مجلس شيوخ وبعدين أصبح قائد الحرس الملكي في إدارة انستاسيوس ولكنه كان خلقدوني متعصب جدا هو مش فهم حاجة في أي حاجة لكنه كان خلقدوني كان في البداية هو متزوج من واحدة عبدة بربرية اسمها بربرية مش معناها صوت بربرية يعني كانت من إحدى القبائل المتبربرة اللي هو القوت يعني اسمها لوبتشينا وكان في البداية عايش معاها بدون زواج وبعدين لما بقى عضو مجلس شيوخ اتجوزها بعد نياحة البابا أساناسيوس قعد على الكرسي الانطاقي يوحنا وزي ما قلت لكم لمدة شهور بس كده كان مباين نفسه انه هو مش موافع لخلقدونيا لحد ما قاعد جوستين جوستين اول ما قاعد على العرش مراته لوبتشينا بعتت البطرك يوحنا بتاع قسطنطينية قالت له كده اذا ما اعلنتش يوم الحد الجاي ايمان خلقدونيا هو ايمان الامبراطورية انا مش دخلها لك كنيسة طبعا ما كانش ده كلامها بس ده كان كلام جوستين لكن انا بوريكم قدي ايه العنف اللي لسه في البداية ده كان لسه الاسبوع الاول من اعاده على العرش وفعلا وفعلا في الاسبوع الاول حضر جوستين وامراته لوبتشينا وقف البطرك يوحنا وقال ان نعلن الان ان ايمان الكنيسة القسطنطينية هو ايمان خلق دنيا وان نعيد ذكر اوفيموس وماقدونيوس ولاون في القدسات وفيه موس ده اللي شاله الامبراتور في البداية خالص لما لقاه خلق دوني وماقدونيس اللي شاله برض لما لقاه خلق دوني ونعلن ان انا نلعن ديوسكوروس وسويرس الانطاقي وكتاباته ونعلن ان انا نخضع الى روما ده هو طبعا مش حسنا ونفق اربع وخمسين اسقف رفضوا الكلام ده يعني هم في اسقف قاعدة رفضت الكلام ده اعلن تجردهم ونفاهم كما اعلن انه يرفض ويلعن ديوسكوروس وبوترس القصار وكل بطاركة مصر والكنيسة القطيب جوستين في البداية كان عارف انه فيه صراع هيبقى في الشارع فراح بسرعة اعدم تسعة من كبار المؤيدين للامبراطور وجاب ابن اخته اسمه فلافيوس بوتروس ساباتيوس وادا له اسم جوستينيان خلي بالكوا بقى دي نقطة مهمة جدا وركزوا فيها كتابات الغرب بتقول على الاتنين جوستين بوتشر المؤرخة لخبطت بين جوستين الاول وجوستينيان ابن اخته ولانها ملخبطة فبتقرى هي من كتابات غرب جابت احداث من بتاع عملها جوستينيان اللي هو التاني اللي هو ابن اخت جوستين وحطتها في ايام جوستين حطت بطرك ملكاني فهي قالت ان دا اللي حطه جوستين هو مش جوستين جوستينيان وحطت احداث تانية للأسف ابونا منسى يحنى وقيرس المصري اخدت منها دون تطقيق وقالت نفس الكلام بتاحه ففي لخبطة هتلاقوا في كتابات ابونا منسى يحنى وقيرس المصر وميس بوتشر في الحقبة التاريخية دي هي ملخبطة جايبة احداث من جوستينيان لجوستين جوستينيان شاب كان مثقف هو لما جه فترة الاولى خلى برضو يزداد ثقافة وابتدى يبقى هو مساعد لي مساعد لجوستين جوستين اول مقاعد قال انا هعلن ان الكنيسة يجب ان تكون تحت رئاسة روما وان الكنيسة يجب ان تتوحد تحت رئاسة روما كان وقتها باترك روما اسمه هورمس داس وا اول ما قاعد بعت رسالة لهورمس داس وقال له ارجو ان تبارك العرش وانا باعلن خضوع الكنيسة الى رئاستك الراجل مسك الكلام دا طبعا وطرم الفرح فرح بعت له وقال له حتى تعلن خضوعك ليه يجب ان تعلن صراحة بان الايمان الذي تؤمن بيه الامبراطورية بتاعتك والكنيسة بتاعتك هو امنخ القدونية ومنشور لاون وتلعن وترفض ديوس كورس وبوترس القصار واكاكيوس وكل الاساقفة التي جلسوا على كورسي القسطنطينية لاخي القدونية اعلن دا و تسعمية خمسمية وتسعتاشر جه هورمس داس وزار القسطنطينية اتقابل بحفاوة شديدة واعلن هورمس داس انه صارت القسطنطينية تحت رئاسته و وفي الفترة دية حرموا اسماء بقى البطاركا القدام بوليس الاعداء الكورسي واكاكيوس و وحرموا كمان هورمس داس زينون والامبراطور اه انستاسيوس واعلنوا رفض الهونتيكم واعلنوا يفرد هذا على كورسي ارشاليم اللي قلتلكم ان وقتها يحن بقى الاسف البطارك بتاع ارشاليم اعلن ان هو موافق على كلام روما وامر بالقبض على ساويرس الانطاقي اللي كان لسه قاعد على كورسي انطاقية وقطع لسانه واي اسقف مش هيوافق مش هيوافق على الكلام ده يعزل هرب القديس ساويرس الانطاقي وجيه على مصر وارسل كتيبة ارسل امبراطور كتيبة الانطاقية تفتش على الاسقفة اللي بيقومنه بخلق دونيا اللي اللي ضد خلق دونيا اللي من ضمنها القديس ماري فلوكسينوس كان لسه عايش وحطوا على الكورسي اسقف اسمه بولس كان اسقف الراحل لكن للفترة دي ما بعتش جيش لمصر في السنة الاولى دي ما عملش اللي زي ما عمل في انطاقيا عشان كده القديس ساويرس جاء على انطاقيا شمعنا بقى لانه يقول انه هو كان محتاج الامح والغزى من مصر للجيش بتاعه فما حبش انه يعمل حاجة تخلي الشعب المصري متضايق ويمنع عنه الامح وضع بولس التاني على كرسي انطاقيا خمسمائة وتسعة عشر لكن بولس ده ادين بخلافات مالية قدام القضاء فاقيل بولس ده اول ما قاعد جاب القديس يا عوبي السروجي وقال له تنضي على خلق دنيا يما شيلك دخل صلى وربنا اخذ روحه لكن بولس الانطاقي ده ادين بخلافات مالية ف اتعمله قضية يعني فعزل وجيب بدل منه واحد اسمه افراسيوس افراسيوس ده كان راهب في ارشاليم وكان ضد خلقودونيا في الاول لكن خيروه تبقى خلقودونيا وتقعد على كرسي فوافق قاعد من 521 لخمسمية 26 بل هو احد الذين اوسوا بقتل القديس ماري فلوكسيموس الفترة دي الفترة دي تنيح البابا ديوس كوروس اخر 518 اه اسف اول 518 لان جه بدل منه البابا تميساوس الاثنين وتلاتين اللي صدق عليه الامبراطور انستاسيوس اخر حاجة قبل ما يموت 519 جه جستين وقال انا هعمل مجمع علشان نقر في الامان لاني قالوله في مجامع قبل كده اقار تهونتيكون واصقفة ماينفعش بقرار سياسي لازم قرار كنسي قال لهم يعني نجمع اصقفة ونعلن ايمان الكنيسة القسطنطينية الكنيسة الخلقونية يعني لما جه باترا كروما قعد كده الاول ايه يعمل يفرد قرارات فهو فرضها جستين فأصقفة قالوله لا قانونيا الكنيسة كده ماينفعش تمشي بالطريقة دي يعني قالوا نعمل مجمع نقر في الامان ده وعلشان يبقى مجمع مظبوط ايه دعي الجانب اللي رفض خلق دوني قال له ما دعي مين قالوله هات بقى سوريس الانطاقي اللي هو يارب في مصر وهات فلكسينوس وهات البترك الجديد اللي قاعد على كورسي اسكندرية القدسة المساوس الثالث فعمل مجمع عنده ودع سوريس الانطاقي ومارف الكسينوس والبابا تميساوس البابا تميساوس كان فاهم كوهيس الامور رفض انه ييجي قال له مش احضر المجمع ده اللي حضروا مين بقى القديس سوريس الانطاقي ومارف الكسينوس قدام الخلق دونيين المجمع حضروا اربعة واربعين اسكف وقف القديسين دفعوا عن الامان المزبوط طبعا هم ما كانواش بيسمعوا هم كانوا عايزين يقروا امان خلق دونيا ويعلنوا عزل القديس سوريس الانطاقي ومارف الكسينوس وفعلا انتهى المجمع اللي كان حضروا اربعة واربعين اسكف بس بعزل سوريس الانطاقي ونفي مارف الكسينوس سوريس الانطاقي فيما راجع تقول انه تسجن ثلاث سنين وبعدين جي على مصر فيما راجع تقول انه هو قدر ان يهرب من القسطنطينية على مصر لكن ابضوا على مارف الكسينوس اتنافى مارف الكسينوس في البداية لولاية في تراكيا في بلغاريا ويقول انه ارسلوه في سجن اربع متر في ثلاثة متر وقال انه كان معاقة صقفة والسجن ده كان قوضة فوق مستشفى المدخنة بتضخ عليها بتاعت مطبخ المستشفى يقول كذل قد ارسلوني الى امر واقصى منفى واقاموا علي حراسا من جميع الجهات حتى لا يزورني احدا اني مسجون في غرفة مساحتها اتناشر زراع اقيم فيها انا والاسقفة الذين معي فوق مطبخ المستشفى نختنق دائما بالدخان واذا حرمنا من العناية الالهية سيفقد كل منا بصر يعني هد كده الدخان كان في الاوضة وكم من مرة طلبت ان ينقلوني الى سجن بجانب صانع الشرور والقتلة ولكنهم رفضوا وكان الحراس يكرهونني جدا لانهم كانوا هراطقة وبعد فترة عام تلاتة وعشرين يقول اتنقل من منفاه في بلغاريا الى جزيرة غغرة جزيرة غغرة دي يعني نفية فيها البابا ديوسكوروس ونفية فيها البابا تميساوس وهناك حطوه هو بس في اه اوضة او سجن مفهوش شبابيك وحطوا جوه السجن ده اه قطع من الشجر ولعوا فيها ودخلوه وقفلو عليه مات مخنوق عشان ما حدش يقول ان هم قتلوه لكن هو مات مخنوق لانهم بنوا سجن مفهوش اي شبابيك وحطوا جوه منه قطع شجر حطب ولعوا فيها ودخلوا وقفلوا فطبعا القديس استشهد اتخنق وكان وقتها عمره تسعين سنة ويقال ان بولس اسقف انطاقيا اللي كان بيكرهه جدا هو اللي قال لهم يعملوا كده في مصر البابا رفض فبعت جوستين كتيبة تقبض عليه كالعادة البابا هرب وكان بيتنقل من مكان لمكان البابا تميساوس التالت ده هيعد هربان لحد اما يعد يرجع جوستينيان تاني وبطريقة بالتأثير سي ادورة اللي هنشوفه في حلقات جاية عليه رجع للكرسي قلتلكوا على كرسي اه انطاقيا بعد بولس هيعد اه افراسيوس وده خلق دوني لكن هيموت في زلزال حصل في انطاقيا انطاقيا ساعة خمسمائة ستة وعشرين حصل زلزال شديد جدا درجة اني المية غرقت مدينة الراها الراها دي اللي هي كانت مركز نسطوري للاسقف بتاعها ووقعت صعقة من السماء على بعلبك متخيلين حرقت بعلبك وحرقت الاسقف اسمه افراسيوس مات في الزلزال ده ومات خمسين الف شخص في انطاقيا قلتلكم ان ربنا مش بيسكت وبيدي انذارات لكن الوضع بقى جوستين هذا الزئب المتوحش بقى هو الامبراتور بمخالبه الشديدة بيحاول انه يهبش الكنيسة البابا تمساوس هربان انطاقيا بقت خرابة متين ستة وعشرين حتى الاسقف الخلق دوني مات في الزلزال ده ارشاليم خلق دونية وبابا روما بقى شعر انه هو بيسيطر على منطقة الشرق اعلنوا خضوعهم بابا روما فلم يعد فقط غير لقباط وكرسي الاسكندرية الذي لم يعلن خضوعه لبابا روما هيحصل ايه بقى هنشوف الحلقة الجاية لالهنا كلما كذكر من الابد امين كنيسة هي المسيح ندخل اليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيسة هي احضان المسيح وهذا هو سر الفرحة اشتركوا في القناة